السلام عليكم طلبة العزة استكمالا إلى محاضرتنا التفكير الإبداعي الجزء التاسع رح نبدأ به أيضا هناك مجالات لتنمية الإبداع خل نشوف وين هي المجالات اللي يمكن من خلالها النمي الإبداع هناك العديد من الأساليب اللي نستخدمها في تشجيع المبتعين والأخذ بأيديهم منها يعني كيف نستطيع أنه مثلا نقدم المساعدة أو نأخذ بأيدي المبتعين وما هي المجالات اللي يمكن من خلالها أنه ننمي الإبداع عند المبتعين أولا إنشاء الجمعيات والمؤسسات المؤهلة لتربية الذكاء ورعاية المبتعين أو رعاية الإبداع كما هو الحال في اليابان حيث يوجد أكثر من أربعة ماء الجمعية لتنمية الذكاء أو لتربية الذكاء إذن هناك جمعيات متخصصة في هذا المجال تقوم برعاية الناس المؤهلة وأيضا لتنمية الذكاء ولتربية ذكاء كذلك الجمعيات العالمية لتربية الذكاء وتتولى هذه الجمعية مهمة الإشراف على مراكز الرعاية المبتعية في اليابان من خلال إعداد مناهج خاصة وطرائق تدريس عصرية بعد نحن نركز على مناهج خاصة وطرائق تدريس عصرية أيضا يقومون بتدريسها من معلمين ذو كفاءة جدا عالية ومتفوقين بعناية يعني متقنين العمليات التعليم والتدريس الطرق الحديثة بعناية جدا عالية ثم يدري تدريبهم في معهد خاص تابع للجمعية الملكية لتنفيذ هذه الممة وتحقيق هذه الغاية وفق معايير صارين إذن هذه الجمعيات أولا من أسلوب المباريات العلمية هذا الأسلوب يتم تحديد موضوعات البحث أو العمل وتطرح كمسابقة يخص لها جوائز يعني جوائز كنوع من التحفيز المادي أو المعنوي تقدم لأفضل الاختراعات أو البحوث اللي يشارك في المسابقات وأيضا نستخدم هذا الأسلوب في ألمانيا على نطاق واسع كذلك في روسيا وأيضا يوجد ما يسمى بالأولمبيات العالمية لتنمية الإداع والذكاء أو للمباراة العلمية في مثلا كثير ما نسمع هناك مثلا نقلبوا المسابقة في أفضل بحث أو مسابقة لأفضل اختراع قدم هذا العام وهكذا إذن هذه الهيئات وهذه الهيئات والمسابقات واللي يشرف عليها تنظيمات لجنة من وزارتي التربية والتعليم العالي ومؤسسات شعبية أخرى تطرح هذه الأولمبيات مجموعة من المشكلات المتدرجة التي يتطلب حلها خبرات واسعة وفكر مستنير طبعا هاي شوكة يستخدموها من كل أنك مشكلة وتحتاج إلى بحث المدقيق يقومون بهكذا مبادرات علمية ومسابقات المجال الآخر أو النوع الآخر هو إقامة معارض يعرض فيها المبدعون أعمالهم ومقترعاتهم كلها هذه في مجالات تنمية الإبداع يعني كيف أنا أنمي الإبداع للشخصيات المبدعات والإشادة بهم إقامة معارض يعرض فيها المبدعون أعمالهم ومقترعاتهم وأيضا إنشيت بهم أمام زملائهم طبعا هذا نوع من التحفيز اللي خلي نقول أحلي أحنا التحفيز المعنوي اللي دائما يحفز الآخرين إلى أن يكون هو ممين ومبدع وذات خلي نقول أحنا بصمة وذات أثر واضح في المجتمع أمام الآخرين هذا أيضا إلى دور كذلك تأسيس نوادي علمية خاصة بالمبدعين يخضون فيها أوقات فراغهم ويمارسون يعني أوقات فراغهم وهواياتهم يعني كثير من الهوايات اللي هي تكون محبة لهم وهذه البرامج تكون تحت أشراف خصائيين في رعاية الإبداع إذن يعني العالم بأسرد يأكد على تنمية واحتضان المبدعين والإبداع في كل المجالات على مستوى العالم بأسرد أيضا فقرة أخرى إشراك التلاميذ المبدعين في مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات المستوى الرفيع وتتسم بالعمق والاتساع والتنوى وتنفذ هذه الأنشطة بأسلوب الفريق الواحد أو توزيع على المبدعين لتنفيذها فرادة تحت إشراف معلم خبير برعاة الإبداع أيضا فقرة أخرى وفقرة جدا مهمة هو تنظيم دروس اختيارية ذات محتوى واسع وعميق يقبل عليها التلاميذ لإشباع ميودهم وأيضا تنمي قدراتهم وكذلك هذه الأسلوب يكون مبني على بناء علاقات شخصية وثيقة بين المعلم المتميز المعدل لرعاية الإبداع والتلاميذ المبدعين الفقرة الأخرى أسلوب البرامج الإثرائية يهدف هذا الأسلوب إلى ترغيب التلاميذ المبدعين بمدرستهم من أجل أن تقدم لهم موضوعات تكون موضوعات ذات عمق وشمولية وأيضا يستطيعون الحصول عليها حتى في الصفوف العادية ويراعون بها أن تكون هذه الموضوعات متممة ورافدة لمحتوى المادة الدراسية